الحمد لله الذي حض عباده المؤمنين على استباق الخيرات وأغراهم بما وعدهم على ذلك من المغفرة والجنات كما أثبت ذلك سبحانه في محكم الآيات أحمده سبحانه على سعة علمه ورحمته ومغفرته وفضله وعلى بالغ حكمته في قدره وشرعه وفعله وأشكره جل وعلا على متنوع ألطافه وسابغ نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وعبادته كما لا شريك له في خلقه وملكه ولا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي أمر أمته بمبادرة الأوقات بأنواع الطاعات محذرا من الشواغل والقواطع والملهيات وكان هو صلوات الله وسلامه عليه الأسوة في السباق والسبق إلى كل الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بعده هم السلف الصالح في المسابقة بالخيرات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعدوا ليوم نقاه ولا تغتروا بمهلة الحياة فإنها أمد محدود ونفس معدود وأجل مغيب ومتاع فان أو مورث لغيركم وليس شيء منها يصاحب المرء إنما يصاحبه في عمله قبره إنما يصالحه في قبره عمله فإن كان صالحا آنسه وسره وإن كان سيئا أو حشاه وآذاه وضره عباد الله اغتنموا فرصة الحياة ومهلة الأجل وما متعكم به الله تبارك وتعالى من القوى والفضل في استباق الخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحات قبل العوارض أو الفوات فإن الغنم في السبق عظيم وكبير وإن الغبن فاحش وخطير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أيها الناس إن من الغبن في يوم التغاب ذلك اليوم العظيم أن يرى المرع أجورا كبيرة على أعمال صالحة يسيرة وفي أوقات قصيرة كان بإمكانه أن يعملها ويحصل أجورها ولكنه فرط فيها في حياته بسبب تسويفه ونهوه وغفناته كما قد يتعرض لعقوبات غليظة على مخالفات ومحرم شهوات استهان بها في دنيا فواقعها وكان بإمكانه تركها والسلامة منها ومن إثمها وعقوبتها لكن غره العمل ونسيان العجل فاقترفها وارتهن بإثمها وعقوبتها أيها المسلمون كم في محكم التنزيل من الآيات المحكمات الحاضة لأولي الألباب على مبادرة الأوقات بأنواع الطاعات وأدائها على أكمل الأحوال وأحسن الوجوه والهيئات كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين وقوله سبحانه مثنيا على خواص من خلقه باغتنام مهلة الأجل في صالح العمل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقوله سبحانه مبشرا لمن سابق إلى الخيرات مغتنما ما آتاه الله تعالى من النعم ومهلة الأوقات فبلغ الغاية ووصل إلى المحبوب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين معشر المسلمين ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحظ على المبادرة بالعمل الصالح والمسابقة إليه قبل الشواغل والكواطع قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غينا مطي أو مرضا مفسدا أو هرما مفند أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر والمعنى بادروا بالطاعات وترك المخالفات والتوبة إلى الله تعالى من الخطيئات قبل أن تبتلوا بواحدة أو أكثر من هذه الفواكر الكبار التي تشغل عن صالح العمل أو تحول دونه كالموت وقيام الساعة وغير ذلك من العوارض وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وقال صلوات الله وسلامه عليه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شؤونك وحياتك قبل موتك أيها المؤمنون استباق الخيرات والمبادرة بالأعمال الصالحات هو اغتنام مواسمها ومناسباتها والتوجه إليها قبل الشواغل والقواطع وفعلها في أول أوقاتها الذي هو أحب إلى الله عز وجل وأداؤها على أحسن وجوهها وأكمل أحوالها وتكميلها بما أمكل من نوافلها ومستحباتها والبعد عن ما يبطلها أو ينقصها بحيث تعدى خالصة لله تعالى مبتغا بها وجهه لا يلتفت بها إلى شيء لهم بها أو شيء منها إلى غيره كما تؤدى أيضا على وجه المشروعية في أصلها وعلى السنة في كيفيتها معشر المؤمنين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة في المبادرة بالعمل أول الفرصة وإيقاعه على أحسن وجوهه والحذر والتحذير مما يصرف عنه أو ينقص ثوابه وكان صلى الله عليه وسلم على ذلك في جميع أحواله في أفعاله وأحواله فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في المجلس بين أصحابه فإذا أذن إلى الصلاة قام صلى الله عليه وسلم للوضوء وكان صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة صلاة العصر فلما سلم قام عجلا إلى إحدى حجر نسائه ولما رجع وإذا بالصحابة قد استنكروا عجلته فقال إني ذكرت تبرا عندنا من الصدقة أي ذهبا لم يكسم فأمرت بكسمته خشيت أن أبيته وكان الصحابة رضوان الله عليه وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومن بعده عمر أسبق الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وفضيلة وكان بقية الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون ويتسابقون في تحقيق الطاعات وفعل الخيرات أول وقتها وعند مناسبتها وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل وأحبه إلى الله عز وجل ويسألونه عن أي العاملين أفضل وأقرب إلى الله عز وجل وكانت لهم في التنافس على صالح العمل وإخفائه خوف النقص والخلل أخبار كثيرة شهيرة قد اجتملت عليها تراجمهم وما يذكر من مناكبهم رضي الله عنهم أجمعين فأحب نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأسوا بهم في المبادرة إلى الخيرات واستباك اللحظات وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي سبقكم إلى كل خير وكان أصوتكم في المبادرة إلى كل بر واستغفروا لأصحابه رضي الله عنهم ذاكرين سبقهم إلى الإيمان واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم بإحسان واجعوا الله تبارك وتعالى أن يلحيقكم بهم في الإحسان وأن يجمعكم بهم في دار الرضان وأن يمتعكم معهم بما أعد لهم من ألوان النعيم والتكريم والإحسان أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن المبادرة بالطاعات واستباك الخيرات برهان على محبة الخير والرغبة فيه والصدق في عمله وذلك عمل من أعمال القلوب العظيمة فإن نية المؤمن خير من عمله فقد يثاب المرء على نية الخير كما يثاب على السبق إليه وحتى لو لم يتمكن من فعله فإنه يعطى على قدر نيته ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نواء وكذلك معشر المؤمنين فإن المسابقة إلى الخيرات مفتاح لخزائر الأعمال الصالحات ووسيلة لزيادة الله عز وجل للمسابق بألوان المكرمات فإن المبادرة والسابقة كلما فرغ من عمل صالح فتح الله له باب عمل آخر وهكذا لا يزال المسابق يترقى في أنواع العمل الصالح حتى يختم الله تعالى له بأحسنه ويلقى الله تعالى على أحسن أحواله وكذلك معاشر المؤمنين فإن السابق إلى العمل الصالح يتبعه عليه محب الخير محب الخير مثله فيجعله الله تعالى من أئمة المتقين ويعطيه مثل ثواب من اتبعه من العاملين مقتديا به ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجل فاعله وقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى إنساناً سابق إلى الصدقة فتتابع الناس على إثره يتصدقون من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء وذلك عباد الله لأن العمل الصالح الذي حضر وقته أو وجد سببه أو سمع به فبادر إليه من بادر كان ذلك المبادر سابقاً عند الله جل وعلا وكان أيضاً مذكراً لغيره ومنشع منشطاً للمتكاسل ومعلماً للجاهل إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على علو الهمة واغتنام الأوقات في المسابقة إلى الخيرات اغتناماً للمناسبات ودخولاً في أبواب الخيرات من أوسع أبوابها عوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميع بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين ومسلمين بكل ذنب فاستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على هداه وأشكره جل وعلا على سابغ فضله مع المعفاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا معبود بحق سواه وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفى صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه على سنته وهدى أما بعد فيا أيها الناس اتكوا الله فإنه من اتكى الله تعالى أثابه ووقاه وأنجاه من النار وجعل جنة عدن المأواه فأفلح في دنياه وأخراه عباد الله بور كبير وفرق شاسع بين من يجاهد نفسه على الوصول إلى الخيرات والسبك عند رب الأرض والسماوات وبين من ينأ وبين من يتخاذل ويتكاسل حتى تفوتوا الخيرات ويتمنى لو فاز بها مع الناس المبادرين إليها فاعتبروا عباد الله بالفرق بين الشخصين وجده فإن الله سبحانه وتعالى يؤسر الخير لعباده المسابقين المغتنمين للفرص قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وذنب سبحانه المتخلف المتأخر فقال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى فجدوا عباد الله في المسابقة إلى كل عمل صالح وتوبوا إلى الله تعالى من كل ما أزلفتم وأسلفتم من سوء العمل طبعا في المتجر الرابح واستعدوا عباد الله للنقاء ربكم يوم تلقونه وأنتم على أحسن الأحوال فإن العبد إذا كان على عمل صالح محب الله فإن الله تعالى يكرمه بأن يختم له به وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه عباد الله كم من أناس يفرطون في أعمال صالحة جليلة مثل أولئك الذين يفرطون في شهود الجماعة في المساجد في الصلاة يتخلفون من غير سبب وهم يرفلون في نعم من الله عز وجل كثيرا ومتنوعة دعاهم داعي الفلاح فلم يستجيبوا له وأطاعوا الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ومن تخلف عن الصلاة مع الجماعة فإنه حري أن يتخلف عنها بالكلية ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله وفي رواية حتى يؤخرهم الله إلى النار فاعتبروا عباد الله اعتبروا بمن سابق إلى خيرات فسبق وبمن تهاون وكسل ففاز بالخسران في الدنيا والآخرة والناس شهداء الله في أرضه قال صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراء وجبت له النار وإن أعظم الأعمال الظاهرة في الإسلام التي يثنى على المرء بها أو يذنب التخلف عنها هي الصلاة فإنها هي التوحيد القولي الفعلي وإنها أعظم شعيرة في الإسلام بعد الشهادتين فاتقوا الله عباد الله واغتنموا الأوقات بالمسابقة إلى الخيرات ودعوا التكاسل والتواني فإنهما من أسباب الفوات واستعينوا بالله تعالى على طاعته وأخلصونه جل وعلا في عبادته واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم على سنته واسألوا ربكم التثبيت حتى لقائه يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظنوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسلك بنا سبيل أولي التقاء واجعلنا مباركين إلى ما كنا اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الفائزين بأعالي المنازل من الجنات اللهم وأجرنا من النار وما فيها من الدركات واجعلنا أئمة المتقين إلى يوم لقائك يا رب الأرض والسماوات اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا في طاعتك وأوزعنا شكر نعمتك واعسمنا من مظلات الفتن ما ظهر منها ومبطن وتب علينا من كل قبيح واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين